اهلا بكم صناعة الابتسامة الحلوة ده علم دقيق وعلم فيه تفاصيل كتير انا هقولكو احساسي انا الغير محترف طبعا بصناعة الابتسامة لازم اللي يعمل الابتسامة ويعمل تجميل الاسنان يحط في اعتباره طبعا غير لون البشرة تدوير الوش تأسيماته العلاقة ما بين اجزاء الوش وبعضها ابعاد كده غريبة بحيث انها لازم تكون موجودة في ذهن صانع الابتسامة عشان يخلق سن الهكبيرة اوي فاتبان زي سنان الربط او صغيرة اوي فاتبان كأنها سنان طفل صغير او الرصة نفسها ما تبتيش للوش التناسق بتاعه فيه نجوم في العالم المفروض فعلا يقدموا لطب الاسنان برقية شكر وعرفان وتقدير لانهم انقذوا وتم انقذهم وتغيير طبيعة تأسرهم الشكلة عن للناس بقى ايقونات من اشهر الناس دي ديميموري يعني لما ديك تشوف ابتسامة ديميموري القديمة والجديدة فرق مهول ابتسامة لسوية لسه فيها مشاكل ابتسامة او اسنان رصة اسنان كأنها بتشتغل مثلا شغلانة مكتبية حاجة هارد جدا ما احترام طبعا كل الشغلانات الى ابتسامة سحرة نسبيا فيكتوريا بيكهم دي بقى المفروض تقدم يعني شكر كبير جدا لان اختلف الموضوع بشكل كبير مايلي سايرس من الناس اللي انقلبت ابتسامتها من ابتسامة طفولية لمراهقة الى ابتسامة بنت او انسة في ريعان الشباب ايضا الاكتر بقى منهم توم كروز توم كروز اسنانه كان فيها مشاكل كبير جدا وعلى فكرة اسنانه كانت غير دي يعني دي بعد تجهزة على الشمال ده كانت فيه صورة قبل كده ده ده على فكرة كانت سنان متجملة على الشمال دي لغاية بقى لما راح طبعا كانت على الشمال في التمانينات ولا في اوال التسائينات اللي العلمين لا دلوقتي في الوقت الحالي هو يقترب من ستين سنة ام كان عداها على فكرة توم كروز ده عنده ستين سنة كريستيانو رونالدو بقى لا كريستيانو طبعا اختلف الموضوع اختلاف كبير جدا هو ديفت بيكهم ولعبت القرى على فكرة عموما من الناس ديفت بيكهم ازاي فعلا دكتور السنان اللي عمله صعب ويشه صعب ليس سهل ديفت بيكهم ويشه هارد انجليزي فيه تقاسيم اللي هو تقاسيم الانجليزية الصلبة ونسبة دهون موجودة في الوش لازم نراعي الحاجات دي كلها وبشرة برضو مش متوحدة في اللون اللي حط تصميم الابتسامة بتاعه اكيد راعي حاجات زي كده كتير نهارده حوار عنوانه صناعة الابتسامة لا تبدو سهلة لكنها تحتاج الى تفاصيل كبيرة الفرق كبير جدا بين صناعة الابتسامة مناسبة لك وصناعة الابتسامة تجعلك تكره اليوم اللي انت روحت فيه عشان تعمل تجميل سنان بمنتهى الصراحة ضيف العزيز الصريح جدا والذي يبدأ دائما في حواره ويمتعني دايما باسلوب غير تقليدي ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس ماركس برايتي لطب الاسنان وعضو جمعات امريكية لتجميل الاسنان المصمن بتسمى المعتمد من البي دي سي بنجل ترى احد نجوم عالم طب الاسنان زيكا دكتور عيمة وحشني والله انت أبتر والله صناعة اللي بتسمى مش شيء سهل تفاصيله كتير بالزبط هو الفكرة كلها نت تعتمد على حاجات كتير جدا منها زوق الدكتور وعين الدكتور وضمير الدكتور فالموضوع داخل فيه حاجات كتير قوي غير الدراسة او غير الطب كدراسة وكتب والكتاب ده بيقول ايه والمعلومة دي والكلام ده داخل فيه كمان طريقة تفكير الدكتور زوقه طريقة نظرته للمريد ايه انا مثلا عايز المريد ده يطلع شكله حلو انا عايز المريد ده يطلع بياكل انا عايز المريد ده يطلع شكله حلو وبياكل كويس فبقت الموضوع يعني داخل فيه حاجات كتير قوي غير المعلومات الطبية يعني اجي المريد جايلك عايز يعمل تجميل لسنانه بيبعانه مشاكل سنة مفهودة ثلاث اربع سنان متل اخلاقين والمريد ده لما بتقوله الخطة العلاجية بيتضمى للخطة العلاجية وجود كلمة زراع او وجود كلمة تركيبات في الفترة الاخيرة في بعض الحوارات العلمية كده ما عرفش عن قصد او عن غير قصد وصل للناس فكرة وكأن الزراع والتركيبات يعني خصمين في حلبة والاتنين بيتخنقوا مع بعض الزراع احسن تركيبات احسن الزراع احسن تركيبات احسن فمعرفش الناس بتيجيلك بالفكرة دي بالضبط ده حتى بقى يجي هو العيان او البيشنت يقول الخطة العلاجية بتاعته لو سمحت يا دكتور ازراع لي سنة احنا عايزين نفرق الاول بين الزراع والتركيبات الزراع يعني لو انا عندي اسنان مفقودة بحط زي غرسة في العظم كده واسبها لمدة 3 شهور من شهرين 3 وبعدين اركب عليها الكافر او الكراون الخارجي والدنيا تمام ما ليش علاقة بالاسنان اللي قبلها ولا اللي بعدها التركيبة بحتاج ان انا احضر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها واركب زي كبري يعوض لي السنة المفقودة بس انا بقى فيه سؤال بقى يضايقني يعني بسمعه كتير جدا اول ما بقى اسمع رأيي الدكتور ده يعني تيجي يقولك ايه وانت اكيد يا دكتور سألت دكاترة كتير اول قل لي كده ايه الافضل التركيبات ولا الزراع يقولك قولا واحدا الزراعة الكلام ده بالنسبة دي غريب شيئا ما ليه لان انا بحتاج الاول ان انا اشوف ايه الانسب للمريض يعني ايه ايه الانسب يعني انا مثلا كلمة 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 التركيبات افضل ولا الزراع زي بالزبط كأنك كأني بقولك ايه الافضل انك تلبس شورت ولا تلبس بانطلوم مثلا او تلبس بليزر ولا تلبس قميسة كل حاجة بمناسبة لحاجتها لو انا في الساحل ولا في الماصية بالزبط بالزبط ايه الانسب يعني ايه الانسب للسيتيويشن دي احنا لو شوفنا مثلا حالات زي اللي موجودة دي ده بيشنت جميل جدا جاي من السعودية هو جاي او الغرب بتاعه هو بيقول يعمل لي زراعة وهو اللي محدد من دماغه كده فكرة اعمل لي زراعة ليه هو حدد كده من كتر المكان بيطلع الزراعة افضل من التركيبات على عيني وراسي الزراعة افضل من التركيبات بس ايه الانسب في حالتك لو احنا بصينا بقى رجعنا عملنا زوم بقين على الحالة دي كده هتلاقي ان هو شايف يا دكتور ايمان السنتين المفقدتين فوق دول طب ما هو قبله فيه تركيبة والسنة اللي بعده اللي هي اللي في النص اصلا محتاجة تركيبات يعني محتاجة شغل صح ولا لا يعني بص السنين كلها اصلا فيها حشوات والدنيا بايزة حتى لو عملت زراعة كده كده السنين اللي قبله واللي بعد السنة المفقودة محتاجة شغل انا في الحالة دي لو انت قلت لي ايه الافضل لي او ايه الانسب للحالة دي انا هقولك التركيبات ليه التركيبات اولا الوقت هيقعد اسبوع ثانين ده خلايا الحاجات دي بقى لها فترة كبيرة جدا فهيقعد مثلا حوالي من ثلاث لست شهور قبل ما يكمل الزراعة مجهود تكلف تكلف اعلى و في نفس الوقت الحالة نفسها انا الغرض الاساسي من الزراعة ان انا ما ازيش السنة اللي قبلها ولا السنة اللي بعدها طب في الحالة دي السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها بايزين اصلا يحتاجين يتحط عليهم كفرز أو كراؤنز فانا بالنسبة لي الحالة دي الانسب لها التركيبات الانسب الانسب على اي اساس سن المريض المجهود اللي ه��ذله التكاليف ففي الحالة دي وصلنا للمرحلة دي فاديه بقى وقت في أسبوع يعني أسبوع حولنا من الشكل ده للشكل ده ده عن طريق التركيبات فكلمة بقى إيه الأفضل يجي لك العين لو سمحت أدوك أعمل لي زراعة في السنتين دول طيب ما هو أنت كده كده محتاج أصلا تركيبات في كل السنين ففي الحالة دي الأنسب ليك التركيبات فما فيش بقى مصطلح الزراعة أفضل من التركيبات ده لأ فأنيه موقف أقدر أقول هنا الزراعة أحسن لأ هنا التركيبات أحسن وأنا بتكلم عن المشاهير من شوية كده طربت في دماغي وأنا براجع دلوقتي دماغي يعني مين اللي أنا قلت عليهم لأ الحالة دي كانت يعني الدكتورة اللي عملها عمل مجهود وبتاع لقيت اللي فيها مشاكل في اللسة اللي اللسة فيها باين فيها بروبلم اللي باينها ابتسامة اللي سوية ده اللي داني انطباع إن التجميل هنا عمل مجهود معرفش ليه على أنا صح أو غلط تجميل اللسة؟ صح طبعا اه أي حالة تجميل أسنان بدون تجميل اللسة لو اللسة بتباني يعني انت كده هتطلع الحالة شكلها وحش جدا وهتحولها من سيء إلى أسوأ اللسة دي هي اللي بيترسم عليها شغل دكتورة تجميل الأسنان لو احنا مثلا شفنا حالة زي اللي معروضة دلوقتي دي الحالة دي دي ما اسمعاش ابتسامة لسوية دي ما اسمعاش ابتسامة لسوية دي جزء منها بيبان من اللسة يعني الجزء اللي هو الشمال باين جزء اللي مين مش باين قوي حتة وراء باينة راحت لدكتور أسنان اللي هو بقى مش دكتور تجميل الأسنان الكلام اللي احنا بنعد نقوله ونأكد عليه كل مرة قالت له أنا الابتسامة بتاعتي مش عاجباني لو سمحت يا دكتور عامل لي تجميل الأسنان فالدكتور طبعا مش عارف أهمية اللسة امبرد الأسنان وعمل لها ايه تركيبات التجميلية دي كده اسمها تركيبة تجميلية طب هل ده منظر فيه تجميل فيه شيء من التجميل الأسنان ماشي الأسنان مرصوصة وكل حاجة بس ده كده منظر دي ما اسمعاش عملت هولي الاسمايل او ما عملتش ضحكة أنا كده خليت أسناني لو مثلا كان ممكن تبقى لونها وحش زبطت لونها لكن كابتسامة ما دغيرتش فرق كبير بين تجميل الابتسامة وتجميل الأسنان زي ما احنا بقول تجميل الأسنان ان اخلي الأسنان شكلها حلو تجميل الابتسامة ان اخليها شكلها حلو وهي بتتحك شفنا بقى الصورة بعد ده كده ليه بقى يعني ليه انت شايف الحالة دي كده الدنيا مضبوطة والأسنان مضبوطة عشان اللاسة مضبوطة احنا وجبنا الحالة فوق وتحت مع بعض الفرق بين فوق وتحت فوق الدكتور اشتغل على الأسنان فقط تحت اشتغلنا على اللاسة والأسنان مع بعض بس فرق اللون كمان فرق الماتيريال طبعا لسه هقولك الماتيريال الماتيريال انت حبي تيجي على حتة الماتيريال نوعها اين الماتيريال دي؟ دي اسمها ألترا ماكس دي شفافيتها وخلي بالك انت تحت اللون أفتح نفس الوقت طبعي أكتر يعني ان الناس فاكرة وربطة بين مادة طبعية التركيبات والتجميل والفينيلز ومادة اللون حتوها لوحدها الكتيدة لان سيبك من القديمة دي القديمة دي يعني فعلا حزينة جدا لانه كمان الإضاءة هنا مختلفة شوية الإضاءة هنا فيها بتورينا ريفليكشن أو الاعكاس الضوي ازاي تعاملت مع اللاسة؟ تعاملنا مع اللاسة في الحالة دي هي عندها اللاسة ببان في جزء واحد فقط فلازم تعدل من جزء وتأثر السنان من جزء لو جبنا الحالة قبل عشان عارف أشرح لك أكتر يا دكتور أيمان يعني السنان من تحت هتلاقيها مسطرة يعني طول واحد من فوق الناحية اليمين؟ من فوق الناحية اليمين قسيرة ومن فوق الناحية الشمال طويلة فلازم هتقص من حتة وتأثر من الناحية التانية تطلع بالحالة زي الشكل بقى بتاع الحالة بعد ده خدت وقت قد إيه؟ آآ أسبوعين واللون ده موضة دلوقتي على فكرة بقى الشياكة أوي بالظبط ده هيفضل اللون ده عمره ما بيتغير آآ زي السراميكس بتاعت الأرض اللون ما بيتغيرش الشكل هتفضل بيه كده مدى الحالة عايز أسألك بقى في التصميم بتاع الابتسامة النسب ما بين الأسنان أول كان زمن يقوله إيه الـ Golden Ratio وبعدين مش عارف الـ Red Ratio حاجات كده كنا نسمحها هل ده موجود لغاية دلوقتي نسب ولا رأية الدكتور ونظرته وإحساسه بالوش هو الأساس هو الكلام ده لسه موجود فعلا وكل الدكاترة ماشي عليه وحتى الكورسز اللي الناس بتديها كله يقولك إيه إحنا عايزين نشرح الأول إيه الـ Golden Proportion وإيه الـ Red Proportion أي حاجة عينك بتققى عليها عشان تطلع شكلها حلو لازم بيبقى فيه نسب هندسية بين الأجزاء اللي مكونة الشيء ده حتى لقوا الموضوع ده موجود في الأسنان يعني عشان الأسنان تطلع الدحكة تطلع شكلها حلو بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الأول حاجة اسمها Golden Proportion إن نسبة السنة اللي في النص العريضة شوية تبقى ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها فالدكاترة بيعملوا إيه وأنا بصمم لك الابتسامة وأجاب الـ Golden Proportion دي وأمحطيتها في بوقك أخلي لك نسبة السنة دي للسنة دي للسنة دي بنسب معينة تمام؟ تمام وفي ظننا مش فيهنا على كده فترة طويلة جاءت المدرسة البرزيلية لغت الكلام ده قالت لا أنا مش عايز أثبت النسبة بتاعت الـ Golden Proportion دي أنا عامل حاجة اسمها الـ Red Proportion إيه الـ Red Proportion؟ يعني اختار لي نسبة ثابتة وأقسم عليها الأسنين يعني أنا عايز السنة اللي في النص بالنسبة للسنة اللي جنبها يبقوا ضعفين لو عملت السنة اللي في النص والرشو بين السنة اللي في النص واللي جنبها ضعفين وبعدين بين اللي جنبها واللي جنبها ضعفين يبقى أنا مثبت نسبة وأمشي عليها طيب لو أنا بقى وريتلك حالة لو شفنا حالة اللي هتتعرض دلوقت دي حالة زي دي الـ Patient بتشتكي إن سنتنا اللي في النص والاقر بالزبط وعملين زي المروحة Fan Shaped طلعين لبرة وبرزين الحالة دي لما جينا نعمل لها Smile Design تصميم للإبسامة لقينا إن الـ Golden Proportion بتاعتها مظبوطة والـ Red Proportion بتاعتها مظبوطة النسب النسب مظبوطة بس هي مش حلو بس هي مش حلو إذن مفيش حاجة اسمها إن إحنا نمشي على نسب في كل الموضوع مش computerized مش حاجة بالقالة لازم عين الدكتور تتدخل في اللقطة دي لو شفنا بقى الحالة بعد السنين بقت عرضها قليل والنسبة بينها وبين السنة اللي جنبها مش مظبوطة كنسبة إنما كشكل أفضل يعني لو جبنا الحالة قبله بعد مع بعض كشكل تحت طبعا أفضل طب أنهل للنسب بتاعتها مظبوطة اللي فوق فإذن الموضوع ما بيبقاش زي ما الكتاب بيقول بالظبط إنت لازم الدكتور نفسه يحط التطش بتاعه يعني زي ما بيقوله حالة بردو زي دي دي الـ rate proportion بتاعتها مظبوطة نسبة السنة اللي في النص اللي جنبها بردو بركي بركي جدا لو شفنا بقى الحالة بعد بص السنة اللي صغيرة كده مع أن الـ ratios أو النسب مش مظبوطة يعني قلت لنا الحالة فوق قبله وبعد بص النسب بتاعت فوق كproportions مظبوطة تحت مش مظبوطة ومع ذلك تحت أفضل فالموضوع أنت بتختار الدكتور التجميل بتاعك لازم تشوف زوءه عامل إزاي أو عينه عامل إزاي لأنه كمان تحت قدت الشكل الأنسوي أكتر بالظبط يعني قدت أونوسة قدت على فكرة السنان ممكن تخلي ست شكلها attractive طبعا ها الـ smile عموما هي أكتر حاجة attractive ممكن تشدك يعني لأ أنا بتكلم ألا feminization يعني كد مش attraction بس إنها تدي للست الشكل الأنسوي بالظبط الشكل الطفولي أو الشكل الرجولي بالظبط السنان بالظبط طبعا والتدوير بتاعت السنان والـ وبرضو خلي بالك يا دكتور أيمان العرض بتاع السنان اللي فوق ده يا دي مثلا عرضها حوالي 10 ملي انت بتتكلم في العرض الطبيعي 8 ملي طب إنت طب إزاي عملنا تحت قللنا عرض السنان ودخلناها لجوه كل الحاجات دي لازم الدكتور اللي هيعملك تجميل أسنان يبقى قوير أو عنده knowledge بيه السميل ديزاين وتصميم اللي بتسامة أو إمتى لما أعمل كذا السنة هتطلع عائدة إمتى ما يفوق دي على فكرة تجميل ما اللي فوق ده فينيرز هم الحالتين دول إشرة بس دي عملها طبعا بره الفرق من الإشرة اللي فوق والإشرة اللي تحت اللي فوق الدكتور خدمة إسعى للسنان من غير ما يدرس الحلوة وبعد المعمل اللي تحت إحنا بقى اللي بنعمل الديزاين إحنا اللي بنصمم اللي بتسامة دايما أنا قلت لك في الأول إنه كلمة الأصعب مرتبطة عندي باللسة وكمان بالفرقات يعني الفرقات عندي برضو التجميل معاها شيء رخم لأن الفرقات إزاي هوزع السنان التجميلية عشان تملأ الفرقات أو تغطي الفرقات دي دي مسألة صعبة بالنسبة لي لكن هرجع أسألك بقى في العالم بتاعك والمحترفين ده أنا راجل هاوي لكن العالم الاحترافي مين الأصعب في تجميل الأسنان؟ ولا دي ولا دي في حاجة أصعب الحالات اللي كانت محتاجة تقويم وما ينفعلهاش غير تقويم والظروف ما ساعدتهاش أو كبرت في السن أو مثلا حد عنده خلاص وصل لسن مثلا سبتة وربعين سبعة وربعين سنة مش هعرض يعمل تقويم وبتقولك أنا مش عارف عايش بسناني دي يعني الحالة أصلا تقويم ولازم تقويم قولا واحدا تقويم طبعا وكمان عينك أنت أول ما تشوفها دي تقويم مش بس الكتاب وتيجي وهي خلاص منعتها الظروف إن هي تعمل تقويم وهي صغير والظروف دلوقتي لا تسمح إن هي تعمل تقويم وتقولك اتصرف صلحني حالة مثلا زل موجودة دي الحالة دي تقويم طبعا لو جبت أي دكتور في العالم أعمل لي تجميل الأسنان دي تقويم طيب ظروف بقى العينة إيه أولا هي مش هتحط تقويم سنتين ثانيا سنها حوالي سبعة وربعين تمانية وربعين سنة يعني ينفع لها تقويم أوه ينفع بس هي مش هتعمله آآ سالسا هي أصلا حاول التاية من تقويم وفشل فهي عندها بدهيستري مع التقويم أو ترومة من التقويم فعمرها ما هتعمله تاني تمام؟ طب الحالة دي يا دكتور آيمن أنت بتحب حاجات أول ما بتشوفها كده بتقول لها لي البكا الكوريدور آآ طبعا بكا الكوريدور واسع يعني هي عندها اتساع لابتسامة كبير وفي نفس الوقت السنان مش كبير بالظبط اتساع لابتسامة كبير والسنان عاملة الفي شيبد اللي احنا بنقول عليها يعني حرف الفي الحالة دي بقى توقع بقى المتوقع ايه في الفينال أوه لا وسبعة واربعين سنة يعني ده شيء ده عمر مهم جدا بالنسبة للست هيفرق قوي معها الابتسامة لو شفنا بعد اعتقد لا فرق كبير فرق كبير طب أنا بس سؤالي ازاي بتتغلب على الفك الدايق اللي هو بيسموه فيه شيء سيب تغلبه عليه طب عطلنا الصورة بقى قابله وبعده مع بعضه بص يا دكتور ايبن اولا دي عندها سنة رجبة فوق سنة مكفوه شفت اتفرده ازاي الحالة دي احنا بنفردها يعني بنقلل من السومك بتاع السنان اللي قدام وورا بنتخنه بس لازم تبقى الموضوع مدروس عشان ما تعملعاش ضب يعني احنا قللنا سومك السنان اللي قدام قوي ودخلناها الجوه وورا عرضنا السنان قوي ده ما يدرش التحميل؟ لا لا ما يدرش السنان دي هنا بقى نيجي للمتيريال شفت النقطة اللي انت بتقولها دي مهمة ليه؟ ممكن دكتور ميبقاش فاهم قوي فيحط لها مثلا مادة زي البرسلين تقيلة جدا فيدر في اللي انت بتقوله يا دكتور التحميل الايماكس ده خفيف جدا يا كد يكون قد يعني تقل الورقة يعني موضوع التحميل ده مش هو عشان اختيار المتيريال ممكن لو الدكتور مش على دراية بالمتيريال زي اختار مادة تقيلة تقع بعض شوية الحالة دي بقيت عملية فقد إيه؟ بأسبوع بزرط 4-5 تيام 4-5 تيام فالفكرة كلها ان هي تتحول من فوق لتحت في 4-5 تيام بدون تقوم تطلع بالنتيجة دي دي كان الناس فاكرا ان هي عندها سنة واحدة بس في النص من كترة ما هم لازقين فوق بعض والاسمايل تتفرت كده في اسبوع انا بالنسبالي دي حالة من أصعب حالات التجنيجة حالة اللي هي صرف تقويم عايز طيب يعني في الجزء بقى الأخير من حوارنا النهاردة عايزك تقول لي وإحنا بنصنع الابتساب هل في عملية حسابية هل في حندسة قعدة كده تعودها بتعودوها مع بعض عشان بتاع بتاع ماتيريال بتاع النهاردة كلمتيني عن أكتر من حاجة ماتيريال جات سيرتها زراعة ولتركيبات جات سيرتها اللاسا جات سيرتها التركيبة الأبعاد دي كلها بتحطي هل ممكن تحطي مع بعضها كده في عادة في مصطلح طالع اللي هو طالع جديد اللي هو هندسة تجميل الابتسامة هنقول برأس معك كده هو لسه يعني لسه جديد قوي حاجة جديدة جدا الفكرة كلها في ايه أنا كان نفسي وأنا صغير أطلع مهندس كان نفسي اشتغلت أعرب حاجة للهندسة بالضبط أنا والدي مهندس فكان نفسي أطلع مهندس وانت اشتغلت أقرب حاجة للهندسة بالضبط طب الأسنان هو أقرب طب للهندسة دي حقيقة على الإطلاق بالذات فراعين التقويم والتجميل أنا بتجي لي حالة والزراعة بحياتك والزراعة بتجي لي حالات أنا أول ما بشوف الحالة دي بتبسط جدا يعني أنا مبسوط جدا إن أنا هشتغل الحالة دي ليه مبسوط حالة فيها كلام بقى ملوش علاقة بالطب خالص فيها هندسة فيها فكرة فيها فن حالة مثلا لو شفنا مثلا حالة زي دي صعبة جدا دي الحالة دي صعبة جدا طبعا ليه صعبة أولا اللي فوق دي تركيبات ونزل تحت وفيها عيوب في الفاك الفؤاني أساسا فيها عيوب في كل حاجة يعني فيها عيوب في التكوين العظمي في فاك الفؤاني اللي هي بتحتاج إلى عملية بقى كبيرة وقصة والمصادفة إن ده مهندس أصلا يعني هو أصلا مهندس فهو كان فاهمني قوي أنا بتكلم فيه السمايل بتاعته عاملة S-shaped لو شفت يا دكتور أيمن هتلاقيها من ناحية اللي مين طلع الفوق وبعدين نازلة وبعدين طلعها وبعدين نازلة وبعدين سوق اختيار نوع التركيبة اللي فوق خلى السنان اللي تحت تتاكل إنت لو شفت يا دكتور أيمن السنان اللي تحت الميلة إزاي؟ عاملة مصدرة طيب هو جاي كل اللي هو عايزه هو طبعا فقد الأمل إن الإسمائيل بتاعته تتعدل دي كده اسمائيل معوجة إنت أقول ما هو يتكلم إنت هتفتكر الإسمائيل بتاعته هتشوف فيه عوجة في الوش كله بس بس في السنان هتحس إن فيه حاجة معوجة وفقد الأمل طبعا في إن الموضوع ده يتصلح تاني لإن هو فهم بقى إن دي عظمه وقصص الحالة دي فعلا يعني اتعاملت في أسبوع والنتيجة أنا مبسوط بيها قبل العيان بص كده هتبترى عبا أولا بيجبني أول ماتيريال دلوقتي منبهر أنا باللون اللون وأنا منبهر بالهندسة أعلى التركيبة يعني أحد كده لو جبنا أيوه قبل بعض بص اللفة دي بصت عدلة إزاي غيرت عدلة طب إنت رجعت السنان اللي ورا إزاي إحنا شلنا من عضم اللاسة دي ناحية الشمال شلنا من العضم وطاولنا لفوق ناحية اليمين أصلنا لتحت وعملنا العكس تحت بس دي أخذت وقتها دي والله إسبوع بس دي يعني أصعب من الحالات اللي فتت الحالة دي صعبة وفيها فكرة يعني أنا حالة زي دي لما تخشي لي أنا ببقى مصود جدا فيها فكرة يعني ده مهندس أصلا فهو اتمزج باللي حصل يعني هو نفسه اتبسط جدا بالعدلة اللي حصلت له دي من أصعب الحالات اللي أنا اشتغلتها من أصعب الحالات حالة إن انت تقلب الـS shape اللي فوق دي تقلبها straight واللي تحت الميلان ده تقلبه ترجعه تاني لأ الحالة دي صعبة جدا ات عملت كده بقى في أسبوع يكن يبقى برضو التركيبة ده كله إنجينيرينج أنا مبسوط من الكلمة دي للنظر اللي لسه التأدير الماتيريال وتأدير اللي عملته الماتيريال السيئة فانا استبدالها بماتيريال جيدة الفروقات والفراغات ما بين السنان أنا رأيتها ازاي ورجعت السنان لورا ازاي ده كله إنجينير بالظر؟ هندسة طبعا طبعا انا كده مهندس حققت حلم ده طب الأسنان هو نوع من الهندسة بلا شك الحالة دي ما لهاش علاقة بطب الأسنان خالص يعني الحالة دي لو راح لدكتور سنان ومعرفش يعملها عادي الدكتور مش غلطان يعني الحالة دي لازم يبقى الدكتور عنده أصلا ميول هندسية أو يحب يعني هو شاف حاجة معوجة فعايز يعدلها دي ما لهاش علاقة بطب الأسنان النهائي يبقى عالم التجميل عالم مسير للغاية فيه تفاصيل دقيقة بس أنا دايما بمبسوط في اللقاء معك لانك انت بتاخدني معاك كده سنة بسنة إلى أفكار غير تقليدية وده شيء مهم جدا في عالم التجميل طي في العزيزة المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان المؤسس لمركز برايتي لطب الأسنان وعضو بعمال أمريكي لتجميل الأسنان المصمم للتساب المعتمد من بيدي سيب إنجلترا نورت الناس الحلوة طب الأسنان في تجميله وفي كل فروق معتمد على نقطة مهمة جدا والحتة دي المرة الجاية هتشرحها لي انت قلت لنا في بداية الكلام النظرة والزوء قلت كلمة الضمير الضمير ده مهمة قوي بس المرة الجاية أنوانها ده بجد المرة الجاية فيه سؤال مسير جدا ماذا كان يقصد دكتور عبدالله في لقاءه معايا النهاردة بكلمة الضمير فين منطقة الضمير هنا لأن دي كلمة مهمة جدا هل الضمير في الماتيريال؟ هل الضمير في الخطة العلاجية؟ هل الضمير في أننا بفاهم العين عايز يوصل لإيه؟ فوصلوا له أسهل وأفضل وأسهل وأقرب الطرق؟ ولا الضمير يعني شيء آخر؟ ده هتشوفوا المرة الجاية في الناس الحلوة